يون مبروك للنادي الأهلي أتاهل لي الدور القادم في دوري أبطال أفريقيا فوز على الهلال السوداني بهدف دون رد هدف لحسين الشحاد فوز منطقي جدا فوز كان تأخر كثيرا ولكن هو فوز في البداية والنهاية هو فوز صعد بالنادي الأهلي في المركز الثاني في مجموعته إلى الدور القادم في دوري أبطال أفريقيا بس بس دي نقطة مهمة بقى بس الأداء مش حلو الأداء نقصه كتير لما بقول الأداء نقصه كتير بقصد بيه إنه ده الأهلي ده الأهلي لما يلعب مع فريق فيه فارق بينه في المستوى بينه وبين اللي قدامه لا المفروض يحسن من بدري بدري المفروض يبقى فيه كهارات أفضل من كده بتكلم على كهارات في التمرات كهارات في الخطوات الهجومية كهارات كثيرة جدا أهلي لم يهدد النهاردة باستثناء كورة من ضربة رقناية عدت من فوق محمد الشيناوي تشتم رقاحت الخطورة بس لم يهدد الأهلي إطلاقها أنا أتحدث عن النادي الأهلي اللي المفروض قدام أي منافس خاصة لو منافس قريب منه في المستوى يقدر النادي الأهلي يحسم الأمور بدري 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 نهاردة الأهلي ما حسمش بدري بدري فيه حاجة غلط في مباراة الأهلي الأفريقية الأهلي الصعد عن هذه المجموعة عشان هو الأهلي الأهلي يصعد عن هذه المجموعة يقدر يحقق الفوز حتى لو هو في مستوى مش جيد هيقدر يصعد النادي الأهلي بس المباراة اللي جاية أصعب أصعب كثيرا هم نتكلم بداية من دوري الثمانية المباراة هتتصعب جدا وبالتالي النادي الأهلي محتاجي عيد حساباته مسماني محتاجي عيد حساباته تقول له مسماني ماله مسماني آه بصراحة شديدة أنا عادة ألوم كثيرا على مسماني فكرة تغيير طريقة اللعب كل شوية مرة 3-4-3 مرة 4-3-3 مرة 4-2-3-1 ودي حاجة بتبقى صعبة على اللاعبين ان هم يتعاملوا مع تغيير الخلط الكثير ده ورا بعض بس النهاردة هم بلومش مسماني بصراحة 4-2-3-1 أفضل العناصر اللي عنده هم اللي نزلوا النهاردة لعبه وبالتالي في مشكلة في الأداء الفردي لكثير من اللاعبين كثير من اللاعبين مش أحدد أسماء ولكن النحية التانية يعني على المستوى الجيد لا أحمد عبدالقادر فارق كثير مع الأهدش الحتة اللي فيها الكرياتيفتي أو الابتكار في الملعب هتلاقيها بس عند أحمد عبدالقادر بس المجهود وانه رايح جاي واخد الخطة على طول اللي عادي بتاعه علي معلول محمد الشناوكالعادة حارس مرمى كابير بس دم يختبر النهاردة باقي اللاعبين لا علامات استفهام على المستوى علامات استفهام كثير نادي الأهلي صعد عن هذه المجموعة بتلات انتصارات اتنين على المريخ في ملعبه في مصر في مصر وفوز بشكل أنفس اليوم على الهلال دول الانتصارات اللي ساعدوا بالأهلي خسر مرتين من الصندون اتعادل مع الهلال في السودان بس قعد احسبها بواقعية بواقعية شديدة لو الهلال والمريخ في مستوى أفضل كان الأهلي يبقى عنده صعوبات لو الأهلي كانت طلع لعب المريخ في السودان كان ممكن يبقى عنده صعوبات فكل الأمور دي لازم موسيمان يكون عارفها اللاعبين يكونوا عارفينها عشان اللي جاي أصعب واللي جاي ما بقى لقاش قوي على الأهلي فيه بصراحة شديدة الأهلي يقدر يرجع والأهلي يقدر ينافس والأهلي كبير الكارة يقدر يتعامل مع أي منافس مش من المفترض إن الكلام النهاردة الأهلي هيلاعب يا الوداد يا الترجي يا الرجاء في الدور اللي جاي ولا يفرق معنات الأهلي المفروض هم اللي يقلقوا يعني هم في القرعة اللي هتعامل يومي الثلاث هم اللي يقلقوا هم اللي يخافوا هم اللي ما يطمنوش اشتركوا في القناة